بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخوتي اخوتي كديرين لبس عليكم تمنى وتكونوا باخر وعلى خير وبصحة جيدة معكم اختكم فاطمة بيوتي من المانيا كاتسلم عليكم واحد واحد سمحوا لي اخوتي اليوم ما مدت لكم شفيديو بكري حيث كنت معروضة عرضت علي عقوستي ومشينا كاملين تعشينا لا تغدينا ربي يعني ماشيت برا وقت الغداء العشاء تغدينا في واحدة راستون تماما للخير وما بغيتش تمنى نصور لكم الاجواء ومن بعد ندير لكم فيديو ولكن قلت مبلاش لانا كتعرفوا اه تقول في خاطرها هنا عرضين عليهم وهم يقالسين قاعد ما مسوقين لنا رغم انها ما تقول والو ولكن وخاكوك انا ما بغيتش نصور قلت تنكونوا بوحدنا ونصوروا على خاطرنا ماشي مشكل فهمتو اخوتي موهيم انا يلك شي لاش داري لكم الفيديو اليوم وشوي مع الطالي يلا جمعت يلا ما امتو مارك عارف انت مار اجري علي نجري عليك وسمحوا لي الي اطولت عليكم رحيت بزاف كي يقولون انت يا كتبقيت بلهاب لي بزاف وما كان دخليش في صلب الموضوع انا عندي واحد مشكلة كان دايما كان بلهاب لي وفالاخر كان عادي كان ندخل في الموضوع يعني كان نخلي الموضوع دارو رخ سني نقول لكم كديري اللبس عليكم يعني ما كان بغيش ندخل السلم عليكم تا 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 نبدأ في الموضوع تلق سخون وانما كان بغي في الاول نهضر معاكم وكان حس براتي بحليل كتجاوبوني وحق الله رضو علي في تعليق وش هاد الشي نورمال اناني كان حس بحليل لا انا كنهضر وكنت سني الجاوب رغم ان انا كنهضر مع هاد المشقف ايضا مهم اخوتي اليوم الموضوع الجديد اللي اتار الرأي العام واتار يعني اليوتيوبرز كاملين هو اللي هبطة ماشي هبطة لنا كالسائقة وانما يعني والله لا انا اضحكت ما كدب شو عليكم انا اضحكت لان ذلك شي يعني حاجة اتضحك للاسف وهو ان المغنية اخوتي دارت بنا شيكاية اليوتيوبرز كاملين كل شي نحبيب بيس حلطتها مولات الماسك 2020 كل شي كل شي لابيرطة لابيرطة كل شي نحبيب بيس كل شي عايض خل ايضا يا كل عدد الديس هاد 2020 حالفان عالينا كاملين انا ادخلنا احنا للمغنية كل شي كل شي عايض خل انا اتنو حد ما يبقى على برا اخوتي انا اتحكي معكم انا شي اللي بغنين العديان ولكن ما ايكونش لهم المغنية دارت بنا شيكاية يعني سريعة ويعني مستعجالة تقول فيها بأن نحن اليوتيوبرز نحرضوا على الإرهاب سمعوا معايا يعني الساك اللي كان في علش دارة بين الشيكاية حيث أي شيكاية مني قدر شكاية تقول لهم علش مجاي شخصك علش بيك كما قلت هو ما ينسى قال لك كان نحرضوا أختي على الإرهاب كان نحرضوا على الإنفصالية كان استغلوا صورة الملك محمد السادس في المنياتورات ديالنا وكان استغلوا وكان قحموا المؤسسة الملكية وهذا الشي كامل وكان شهروا وكان نبتزوها وكان شهروا بها وكان عيروها هذا الشي كامل أختي لا أساس له من الصحة رجعوا الفيديوهات ديالنا كاملة اليوتيوبرز أنا أبدأ لكم الطرف بطرف يعني كما يقولون نفرتك الرمانة شوية بشوية وانتو مادك ساعة تسمعوا الضعلية الخبار أختي بالنحية الإرهاب هي اللي كانت تقول لينا عن جمعكم كاملين في بيت وعن حرقكم مكرهتش نجمعكم كاملين كان يعنينا مغاربة جمعنا كاملين ربعين مليون خصت من أول الوحد اللي بيت كبير اللي عيهزنا كاملين وتحرقنا كاملين والتيري فينا بالقرطاس هذا بحدي ذاتي هي كتقول له صوت الصورة والماضي ديالها القارب أرى كيش هد على هاتش والفيديوهات كاينين وما تقدرش تقول لكم راه هادش يلا ما كاينش ولا هادش شيء أحقاره شيء وحدك كاتش كتش كتش بهلي يا رغم أنها قالت هي راه ما عنديش ماتيل أنا بحالي ما كايدوش في الصوق أنا بوحد اللي كاينة فهمتم؟ يعني أنها كتقول عن حرقكم ونحرقكم واحد بواحد يعني أخوتي الهتلر والنازي يعني والنازي كانوا كيحرقوا الناس بكاينش هاروا ويقولوا عن حرقكم كانوا كيدوم ويحرقوهم بلا ما يقولوا عليهم في الأول يعني كي يغفلوهم بالعربية تعربت هادي كتشهاروا كتعلنها للعالم هذا راه بحد ذاته راه أكثر من الإرهاب هذا راه الداعيش رايمشي وتتعلموه من عند رخص ويديرو عند شوية المراجعة يتعلموه من عند ذاته إرهابية لأنه شي راه فاق الإرهاب اللي هي يعني اللي كهي كتداعي أنه نحنا كنحرضوا على الإرهاب هاي نقطة الأولة للإرهاب النقطة التانية يا أخوتي اللي قاتلك على الإنفصاليين حسين النقافاته ديالك هما يأول الكلمة الإنفصاليين حنا أول مرة كنسمعوها أصلا أنا بعدها أول مرة كنسمعوها أنا كان عارف المغريب منطانجا الليقويرة كل شي مغريبي تحت رياض المغريب باسبور مغريبي المالك مغريبي كل شي ديالله خليها الميلودي نح ما كان عارفوش حاجة اسمي للإنفصالية تسمعنها من فمكوم وحتى أبو عشرين ديالكم خرجوا كي يقول أن اللي ما بغاش المغنية فهو انفيصالي يعني بما ما معناه وحتى النقافة ديالها وما اللي يقحموا هاد الكلمة الانفيصالية وبغا يلعبوا على الوطر الحساس لي ديال الصحراء وبغاوا يقحموش حال من حاجة ويستغلوا هاد النقطة الضعف ديال المغرب باش زعمي يا عاد يكون معانا يا انت انفيصالي هذي طرقنا الموضوع الانفيصالية الموضوع اللي قلت لكم حنا يا كان قحمو اسم جلالة المالك والصورة دياله في المنياتورات ديالنا نقول لك اختيما اللخر حنا يا مني كان نديرو تصورات المالك قبل ما نديروه في المنياتورات قبل ما ندخلوه على هاد اليوتيوب قبل قعم نكونو عدنا بقين قغن بردعو ليكوش حنا كان نشوفو التصور ديال المالك في الشريع في الحوانت في الديور ديالنا أنا دارنا عدنا في الصالة ديالنا معلقة صورة ديال جدال يرحموا وتصورة ديال المالك محمد السادس يعني احنا يا المالك را عدنا معلقة في جميع البيوت في الزنقاء في الحوانت فيما مشيتي كهين لتصورات المالك يعني احنا ما محتاجينش ناخدوا تصورات المالك باش نت tattoos شاء من هذا القبيل نحنا بريد وحطا لنا تصورة ديال الملك ديال الأمير مولاي الحسن وحطا من موراه الأوسيم وكتبعين لنا كريم ديال جدريال يعني انت اللي كتاجري وكتقحمي اسم وحتى صور ديال العائلة الملكية في أشيائك التافهة التي لا علاقة الجب الملك ولا الجب مولاي الحسن يعني الفرق بين السماء والأرض يعني وكتجري وكتحطي تصور وانتي يا أختي اللي جبتي الأمير المزور وحطيته لنا وقلت لنا سعادة الأمير بيننا هنا بين الكلبان بيننا زابلان وهو يا راه مؤمير مزور ومني خرجوه ليك حطه ليك بوجهو وفالأخر طلع هو في منابر يعني في عدنا احنا اليوتيوبرز وقال ليك ما كيعرفكش طلع عند خليد ميوزلين قال ليك أنا ما كان عارفها السيد خايف على رسول الله يوصل الصهل قال أنا نكرها وعد مطي كتجري وتعفطي في جليلك وكتحيدي تصورة ديالو من هذيك ديالك ديال الكمامات وحيتي تصوير حيتي سميت ومحيتيها زي ما كاتبت زي ما باش تخلعين نراني كنعرف أمارة وكنعرف مولوك وش هدوما المولوك اللي كتي تقولي وش هدوما المزورين اللي عندك هدوش اللي انت اللي كتستغلي وحتى اللوغو ديال وزارة الصحة مزور وحتى اللوغو ديال الدولة مزور ونقفة ديال كيقولو الله الوطن الملك الدنيا باطمة يعني هادش يرا مش غرفي عقبة عليه القانون هادش يرا الغباق وما ما كتشوفي مزال الشمش يعني إلا جيت للحق العماري رادما ينتظرك يا حبيبتي من الخر باش تجيز عمتي تلوي لنا دراعنا وتقول لي لنا حقا محقا انتو ما يا كتستغلوا اسم الملك حنا يلاحطينا تصويرت الملك بعض منا ولحنا نستغيتو به كأعلى سلطة في البلاد وهو بوانا وبط المغاربة كاملين يعني إلا بضل ما كشي حد رما عتستغلتيش بجيرين ولا عتستغلتي ما عرف بالأغرب را عتستغلتي بخوتك المغاربة و عتستغلتي بالمغربي الكبير والهمام وبط البلاد هو محمد السادس اللي ينصرو هادي را شيء طبيعي يعني احنا رما محتاجينش نستغيتو بالبراني عا نستغيتو نيشن بالملك ديالنا والسلام والصلاة وعلى النابي وسدات مادام هاد شيء اللي بغيت نقول لك اختي في هاد الفيديو هادا ونرجعوا لقضية الإرهاب لان قضية الإرهاب في فوقات بزافة المغنية مني اتهمتين نحنا اليوتيوب بز بالإرهاب نسيتي مني قلتي عن هز المبيد الحشرات وعن هز واحد الكامي وكبير صمار موك عامر وعن مشي للصحر وعن كبو على صحره وعن حرقهم به وعن قتلهم نعدمهم بهادك المبيد الحشرات ما كرهتش قلتيها بفومك يعني ورا الفيديو ديالك يدروا في اليوتيوب كاينين حيث قالوا لك حقا ما حقا الملحفة ما جاتش معاك الملحفة كتجي معنا مرة اللي كتكون عامرة وانتي يدي لك يسفود العواشر وما جاتش معاك وما يقالوا لك اللي تكشي اللي يبليهم قالوه ورأيهم يحترم لا انتي ينطح انتي ما ملفاش اللي يعطك شي اللي يقول لك وخا قرام ديال النقد ما كتحمليش سلطانة قالت لك تكشتك خايبة نطيح حرمت عليها لعيشة قلبت دولة على قدها عامين وانتي يكت ترهبي فيها حيث قالت لك تكشتك مزوينة شتحارة وقال لك ما جاتش معاك الملحفة انتي يصافي نطيجي بتي بغتي تجي بيقاع الكامي وسيمارموك تعمريه بالمبيدات وتكبيع عليهم هذا هو اللي كنسميه انا الارهاب وساختم لك بالقول مقولة اللي قالها الاستاذ المادي من اللي فكصراحه غدامسكين عنده الجلسة واش يعطيوه الصراحة المؤقت ولا لا نقول لك من هاد المنبر يا الاخت الكريمة لا تهمون شكايتك وحطحت الف شكاية ومرحبا بك في دهاليز ولاش كيقولوا في دهاليز ولا في متاهات ولا رتهات ولا ما عش نقول لها محاكم مراكش يعني مرحبا بك